فإذاً اللي كنا عم نقوله قبل شوي يعني الخلاصة اللي كنا عم نحكي إنه لما بديت طلع أنا على عم صير وضع أحسن ولا عم صير وضع أسوأ كتير بيهمني طلع على كمية الإنتاج مش على المصاري يعني هلا بالأول شو اسمه إنه إنه نحن بلبنان كان الواحد دخله يعني يقدر يشتري مثلاً خمسة كيلو لحمة بالشهر هلا صار المعاش سبع مليون وخمس عشر مليون نصر معاشها بس مش معناته أبداً إنه صار تقدر تشتري لحوم أكتر بالتالي المصاري بدين يكون كتير نبيه أنه عم تشتغل مع الفلوس هلا لنحسب نحن الإنتاج المحلي لأحسب الإنتاج المحلي عطينا مثل صغير هو أخذنا بلد لبنان وقالنا إنه نفترض إنه لبنان ينتج على ثلاث سلع يلي هني هواتف وجيجابايت وكتب وقلنا إنه كان عم ينتج بالأول خمس هواتف في الـ 2017 و30 جيجابايت و10 كتب في الـ 2018 صار ستة هواتف و35 جيجابايت و12 كتاب الأسعار طبعاً تغيرت فإصلاً كمان الأسعار زادت والكميات زادت هلا نحن بدنا نشوف قداش الإنتاج بالـ 2017 قداش الإنتاج بالـ 2018 حجم الإنتاج في كله قداش زاد نسبياً قداش زاد كيف عم يتغير الإنتاج هلأ هون أحسبهم كيف عم يتغير الإنتاج يعني لأ ما أكون عندي خمس هواتف وصاروا ستة هواتف زادوا 20% طيب 30 أو 30 جيجابايت وصاروا 35 جيجابايت لا زادوا أقل من 20% طيب الكتب من 10 إلى 12 كمان زادوا 20% طب أنا قداش زاد الإنتاج طولي أنا قداش صرت أغنى هون ما في حسب أنا الهواتف وجيجابايت وكتب مع بعضهم إنه إذا جمعتهم مع بعضهم شو بيطلع عندي ما بيطلع عندي شيء شو هاتف زائد جيجابايت زائد كتب شو بيطلع عندي على ذاك إذا بتتذكروا نحن قالنا بأول الصف بأول من هون إنه إجمال الناتج المحلي هو قيمة السلع والخدمات النهائية القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائية بالتالي أنا اللي أحسب الناتج المحلي قد يشوف القيمة السوقية للهواتف والجيجابايت والكتب بالتالي بال2017 لأحسب القيمة السوقية هي خمسة ضرب مية لأن خمس هواتف الواحد بمية حقه خمسمية ثلاثين ضرب اثنان وعشرة ضرب خمسة فإذا خمسة ضرب مية ثلاثين ضرب اثنان وعشرة ضرب خمسة بيعطيني ستمية وعشرة هذا الناتج المحلي الاسمي بالالفان وسبعتاش طب بالالفان وطمانطعش ستة ضرب مية وخمسة خمسة وثلاثين ضرب ثلاثة واثنعش ضرب خمسة فاصلة خمسة فيي عزبكم أنتوا معي شباب وصبايا؟ نعم معك فيي عزبكم قبل ما نروح على سلائد الثاني يعني تحسبو لي قداش الناتج المحلي بالالفان وطمانطعش عالقيل الحاسبي عالسريع لو سمحتو اللي طلع جواب يعطينا ياد غريه فإذا نبدل قيمة السوقية لكافة السلع والخدمات اللي أنتجناهم بالالفان وطمانطعش بتوقع ثمانمية وواحد ثمانمية وواحد مثلا نشوف الثانية فإذا بالسنة الثانية ثمانمية وواحد ستة ضرب مية وخمسة خمسة وثلاثين ضرب ثلاثة ثناش ضرب خمسة فاصلة خمسة ثمانمية وواحد أوكي سؤال ليش طلع الإنتاج المحلي من الالفان وسبعتاش ما تقول لي أنه صار في عمالي أكتر بس حسب الأرقام أخليكم معا شوي الله يخليكم بس لحظة هيك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 هذا الارتفاع بالتالي اشتركوا في القناة 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 هي كميات الإنتاج هي كميات هون بالأول كان من 610 إلى 800 وشوي لا هون بينا معي لا هون الصورة واضحة أكثر أنه أنا طلعت من 610 إلى 730 ولكن هون أنا عم بحكي فعلا زيادة صافية بالإنتاج بالخدمات والكميات هذا الارتفاع يعكس الزيادة الحقيقية في السلع والإنتاجات هون في أحسب نسبة النمو الاقتصادي نسبة النمو الاقتصادي في السنة الار هي بور ريال نجل المحل الحقيقي لا أحسب هون عن النمو الاقتصادي طو دو كروسانس طو دو كروسانس عن نسبة النمو الاقتصادي هو الريال تحسين تي نائس الريال تحسين تيم وانزام على الريال تحسين تيم وانزام ضرب مية يعني انا عندي هون الريال عندي كان ستمية وعشرة صار سبعمية وثلاثين بالتالي الناتج المحلل حقا نسبة النمو l-2018 هي سبعمية وثلاثين ناقص 610 على 610 ضرب 100 يعطينا 19.7 بالمئة هذا ما عنده سؤال طيب فينا نكفي ما نكفي في شي بسميه معامل انكماش الناتج المحلي شو يعني معامل انكماش الناتج المحلي هو أحد مؤشرات الأسعار معامل انكماش الناتج المحلي هو مؤشر الأسعار كيف يحسبون يحسبون الاسمي يعني طبعا الار حقيقي يعني الاسمي الناتج المحلي الاسمي على الحقيقي ضرب 100 اوكي نتج المحلي الاسمي على الحقيقي ضرب 100 طب خلينا نروح على اللي عندنا إياهن ما احنا هون اوكي طب هذا هون الريال كان 610 صار 730 بس ولكن النومنال قداش كان هون كان 805 وهون كان 610 طبعا ضرب 100 بسوي 610 على هذا الريال هون وهذا النومنال هون 610 ضرب 100 610 ضرب 100 بيطلع عندي بسوي 100 اوكي حسبو لي معامل الانكماش للسنة 2018 حسبوه عنكم معامل الانكماش 2018 801 على 730 ضرب 100 801 ولا 805 201 201 تطلع 109 فصل يطلع 801 على 730 ضرب 100 قداش بيسوي 109 فصل 7 109 فصل 7 اوكي فإذن معامل الانكماش في السنة 2017 كان 100 صار 109 فصل 7 كأني عمقول كأنه عمقول متوسط الاسعار كان 100 صار 109 فصل 7 كأني عمقول مؤشر الاسعار كان 100 صار 109 فصل 7 أوكي خلنا نروح نشوف قداش مصبوط الأرقام أوكي هي 100 109 فصل 7 أي أن مستوى الاسعار ارتفع من 100 في عام 2017 إلى 109 في عام 2018 مما مما يعني ارتفاع في الاسعار بنسبة 100 بنسبة 9.7% أوكي ناتج المحل ناتج المحل الفردي في سؤال لحديث هون قبل ما نروح عن ناتج المحل الفردي خليني خليني روح عن ناتج المحل الفردي وأنا بدي أسألكم السؤال نحن قبل الأزمة كان عنا بالبناء الناتج المحل الحقيقي إذا بدكن الجي دي بي اللاب كان بساوي 50 مليار بينما بمصر كان الجي دي بي الإيجب بساوي 100 مليار أي بلد كان عنده كان بحالي أفضل مصر ليه لأنه حصت حصت كل فرد أعلى من من لبنان يعني يخطر يعني فإذا هون 50 مليار دولار هون 50 مليار دولار بمصر كان الإنتاج المحلي الوطني كله سوى كان 100 مليار دولار بينما الإنتاج المحلي اللبناني كان 50 مليار دولار بهذيك للفترة وين المستوى الرفاهي كان أعلى بمصر ولا بلبنان شو رأيكم مصر ليش يا ريتة بمصر طب دكتور بس ما أنه سوكين مصر أكثر من سوكين خطك ما قطش يا ديمة شو رجعي ديلا عم قل لك أنه سوكين مصر أكثر من سوكين شو يعني يا ديمة صحيح شو معنة هاي سوكين مصر أكثر من سوكين لبنان شو معناته يعني مش إنه مصر أحلى يعني إنه لو كانت أعلى أوكي حدا عنده شي هكي يساعدنا لناخد قرار أو مين كان أحسن مصر ولا لبنان مين كان مستوى الرفاهي أكثر مستوى الرفاهي ما بيتعلق بالمعاش أو بالمساري هو بيتعلق بالخدمات بالكميات الإنتاج اللي بدوا ينتجها هيدا البلد ممكن تكون مصر ما عم تنتج متل ما عم ينتج مثلا لبنان أو الخدمات اللي عم بتقدمه بس ما نحن قلنا يا حولة إنه أنا عم بحكي هون عم نتج المحل الحقيقي بمصر وبلبنان معناته فعلا هيدا عم يعكس لي أداش فعنا خدمات وإنتاج بكل البلدين هي ما قلنا إنه عدد السكان بمصر كبير والإنتاج كبير كمان يعني بالتالي إنه فش مستوى رفاهي عال فإذا أنا اللي عندي هي هون إنه بمصر عدد الإنتاج المحل طبعا الإنتاج المحلي بمصر أكبر من إنتاج المحلي بلبنان هذا مش مختلفين عنا بس ولكن إذا بيأخذ بعين الاعتبار الـ population مثلا تتفضلوا أنا عندي بلبنان عدد السكان خمسة مليون تقريبا خمسة مليون وبينم مصر عدد السكان بحدودة المئة مليون بجي أنا هون بحسب الإنتاج المحلي الفردي الإنتاج المحلي الفردي للواحو رح بلش بلبنان بساوي GDP الإنتاج المحلي على قط الـ population خمسين مليون خمسين مليار عفوا على خمسة مليون بيطلع هون عندي عشرة الثلاث دول بيطلع بمصر كمان بستعمل ذات القاعدة عندي مئة مليون مئة مليار عفوا على مئة مليون بيطلع عندي الجواب ألف ألف طيب هون وين مستوى الحياة أحسن يعني إذا بدكم بالمطبس بالبنان بالبنان أوكي فإذا كأنه عم تقولوا في عيلة معاشة ألف دولار أوكي وفي عيلة تانية معاشة خمسمائة دولار في عندي عيلة معاشة ألف خلينا نحطها هون عيلة معاشة ألف وعيلة تانية معاشة خمسمائة طيب عارب. الواحد يقول العيلة الأولى ما عاشها أكثر من معاش العيلة الثانية. ولكن هذه العيلة الأولى فيها عشر أشخاص بينما هذه العيلة الثانية فيها شخصين يعني هون بالمتوسط ألف على عشرة كل واحد عم يطالهم 100. بينما هون 500 على اثنين كل واحد عم يطالهم 250. لا هذه حالتها أفضل. وهون كمان بالنسبة للبنان وبالنسبة لمصر أنه أنا لما بدي قارن مستوى الرفاهية بدي اشتغل على نتش المحلي الفردي بيطلع عندي كيف هدي حسب نتش المحلي الفردي بحسب الانتاج المحلي قصمي العدد السكان طيب هلأ فيه هون قبل بصلنا حرصين نحن بس خلينا أخذوا الحضور قبل بحسبنا أخذي ورجاء ما حدا يحكي طبعاً في عنا هون مثل ما شايفين أنه في عندي هل هو النتج المحلي هل هو أفضل طريقة لأنا قارن رفاهية المجتمعات الجواب لأ منوش هو أفضل شيء يعني خلينا أبسط مثال أبسط مثال أنا بيلكون مثلاً أخذ خمسة ألف دولار وروح عيش بمصر أو أخذ خمسة ألف دولار وروح عيش بالصين وين بتفضلوا تعيشوا؟ بمصر بمصر لا بمصر لأنه أجمل لأنه أجمل طيب إذا بيلكون خد خمسة ألف دولار واقعود ببيروت وبعطيك أربعة ألف خمسمية واقعود بالجنوب وين بتقعود؟ شو بتاخد؟ بالجنوب بيروت مية بالمية في ناس جنوب وفي ناس بيروت أكيد أنا اللي بتقلكون إيا أنه المصاري الانتاج أو حجم الانتاج لا يعقص مستورة فهية المجتمعات مية بالمية هل هو أفضل مؤشر ولكنه لا يعقص؟ ليه؟ لأنه في أشياء موجودة ولكن لا تحتسب بالناتج المحلي كيف يعني؟ خلينا نشوف أول شيء الانتاج المنزلي لا يحتسب في الناتج المحلي خذوا شغلة كيف يعني؟ مرات تعرفوا أنتم في كثير من أخواتهم أو أولاد أخواتهم مثلاً أختي مثلاً عند أولاد وأختي بتشتغل أختي كل يوم الصبح يو رايحة الشغل بتجيب لنا أبنة وبتحطوا عندي هون لأنه نحن منساعدة ومنقدم يعني طبعاً ما مناخد مننا شيء مصاري طيب واختي بتروح تشتغل طبعاً أنا مش هنبعطيها خدمة لأختي؟ بل هنبعطيها خدمة هل هالخدمة تحتسب في الناتج المحلي؟ لا لا تحتسب طيب مثل ثاني بس انتبوض أنه أختي لو أخذت الولاد تعول على الجردوري ودفعت له هذه خدمة تحتسب في الناتج المحلي طيب قفل الباب عندي خربان قمت أنا صلحته؟ يفوت هذا بالنتج المحلي؟ الجواب لا ما يفوت بالنتج المحلي طيب اتصل بواحد مصلح خليه يصلح نية اجا طيب ما الخدمة هي ذاتة أنه هون تحسب هون لا تحتسب؟ اي صحيح الانتاج المحلي لا يحتسب الانتاج المنزلي لا يحتسب في الناتج المحلي انتو عندكم انتو ساكنين بالجنوب معظمكم يمكن في كتير منكم حواليكم عندهم أرض حول الباب بيزرعوا فيها بقدونس كس برنامع هذا انتاج منزلي هل بيفوت هذا بالنتج المحلي؟ جواب لا شو كمان في عندها؟ الاقتصاد غير المنظم يعني هدا الميكانيسيان يلي حد الباب او هدا اللي عم يجيب لي نقلات الماء هدا عم يعمل لي خدمة وأنا عم بتفعله هل هادي بتفوت بالنتج المحلي؟ جزء كبير منها لا يدخل في النتج المحلي لانه ما منعرف كيف بتنهرت بيعملو تهريد يعني هدا ما بيصرحها الضريبة هلا بيعملو تقريبا استيميشن بس جزء كبير منه ما بيروح شو في عنده؟ البيئة والتلوث وجمال الطبيعة انا علي تلك انت عم بسألكم عن الجنوب ليش انت بتفضل تقعد بالجنوب؟ لانه البيئة احلى لانه ما في تلوث لانه في طبيعة طب هدا كلك فوت بالنتج المحلي؟ لا ما بفوت بالنتج المحلي انا علي تلك برجع بسألكم سؤال مرة تانية اذا انا بعطيك 4000 دولار واقعد ببيروت او بالجنوب بعطيك 5000 دولار وروح على الكوات شو بتفضله؟ بجنوب هلأ في ناس بتروح على الكوات بس في ناس كلي بتقول لك لا انا فضل ما تسافر شو بتروح عمال بالكوات؟ لا فضل روح اضلني بجنوب حتى اذا بقلك 4000 دولار على الكوات والله 4000 دولار على فرنسا وين بتفضل؟ لا فضل فرنسا لانه في عندي كير اشياء موجودة بفرنسا مش موجودة بالكوات اكتصاد غير منظم الاقتصاد الغير منظم هو يلي اذا بدكم بسموه underground economy يلي هو ما في تصريح ضريبة يلي هو غير شرعي مش غير شرعي بس هو غير اذا بدكم لا يصرح عنه للدولة الاقتصاد الغير منظم يعني هيدا اللي بيبيع خضرة العربية هيدا عمش تغل لحاله ومين بيعرف شو بيقبض وشو بيطلع وشو بينزل طيب طيب ليش نحنا بالتالي انا هون الناتج المحلي اجمالي الناتج المحلي متل ما شايفينه انتو لايكوا لكم شكلي مرة كان رئيس فرنسا عم بيقول يا عمي صحيح انه الامار كان عنده اندخل وطني اعلى مننا بس مش معناته انه هني اريح مننا احسن مننا بيقولوا له ليه بيقولوا نحنا عمنا بفرنسا مثلا العامل بياخد عطل اكتر طيب نحنا عمنا بفرنسا العامل اذا طلع اذا طلع على البطالة نحنا نعطي معاش بطالة اكتر من فرنسا نحنا عمنا بفرنسا بيقولك العامل عنده استقرار ووظيفة اكتر من اكتر من اماركا نحنا العامل عنده 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 استقرار ووظيفة اكتر من اماركا بيقول كان عم يقول هو رئيس الفرنسي بيقول لو اخدتون هولو النقاط كلهم بعان الاعتبار بيطلع مستوى الحياة عنا بفرنسا اكتر من اماركا بتوافو انتو على هيدا الحكي شو رأيتم اي دكتور نعم اي برجع بيقولولي اي نعم 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 بيقولوا صحيحة اي صحيح اي لا فيها وجهة نظر فيها وجهة نظر لا لانه مستوى الحياة يعني تصوروا انتو واحد عم يابد اربعة الاف دولار بكندا بالتلج وبالسقعة واحد عم يابد اربعة الاف دولار بفلوريدا على البحر وكل نهار عم يجزر ويتصبح لا غير بيلعبتوا اكيد البيئة بتلعب دور الطبيعة بتلعب دور كله هيدا عم يلعب دور شوفوا شكلة مره عم تقلي وحدة بكندا كنا عم تقلي انا مع الجنسية الامريكية ومع الجنسية كندية بتقلي انا ربات ولادي بكندا ما بعضتهم على امريكا بتقلتلي لا قالتلي لانه هون بكندا لتربية الولاد احسن من امريكا هون في عنا امان هون ما في عنا جرائم هون ما في عنا ولادي بتحمل اسلاح طب ما داموا الموضوع هائك ما داموا الناتج المحلي ما بيعبر عن كل شيء لكن ليش الدول على طول بيهم على طول تأيس الناتج المحلي لانه بالرغم من كل هيدا الشيء لما يكون في عنا داخل محلي مرتفع بصير فينا ندرس بجامعات منيحة ما بيعود في عند المشكلة اللي نحن عايشينا هلأ الجامعة الابنانية ما عم نقدر نروح على الجامعة الجامعة ما فيها وراء الاساسي ما عم تجي على الصفوف لانه ما بيقدر يروحوا ويجوا يكون في عنا عينية صحية اكتر لما يكون في عند داخل مرتفع مش متل هلأ ما عاش الواحد خمس مليون وست مليون وما بيقدر يفوت فيهن على المستشفى فينا نعيش بمحلات مريحة اكتر ونحصل اجواء مريحة اكتر بصير فينا نروح نعمل سفر بصير فيه نروح نعمل سياحة لما يكون المعاش تعولي اعلى الناتج المحلي تعولي اعلى الدخل الفردي تعولي اعلى ممكن اني سافر ممكن سوه راح جمع بفرنسا جمع بامريكا جمع بكندا تسوح ممكن اعمل برنامج تقاعدي مشان يريحني اكتر بالمستقبل انا لما اكون معه منتج واق يقص ممكن اي ساعة هاك اكتر اذا مستوى الحياة نتج المحلي نتج المحلي نتج المحلي كتير بيبين لي قديش يعني مش هو مش هو افضل مش هو البرفيت بس ولكن كتير بيعطيني فكرة عن مستوى الحياة والرفاهية مستوى الحياة والرفاهية ترجمة نانسي قنقر